تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عباس علي اذا انت جديد على القناة لا تنسى تضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وسوي لايك طيبا مشاركة الاصدقائك وخليكم ويا الفيديو طبعا مثل ما شفت بالعنوان اليوم الفيديو شرح كيفية التقديم على استمارة التسجيل لغرض الشمول بامتيازات ذوي الاعاقة راتب المعين المتفرر طبعا اذا تريد تعرف الطريقة تابع الفيديو لحد اخر ثاني لا تطلع من الفيديو حتى تعرف شلون تقدم بطريقة صحيحة لان التقديم يكون لمرة واحدة يعني اذا خطأت بالمعلومات راح يروح عليك التقديم فاتمنى تتابع الفيديو للنهاية طبعا رابط الاستمارة راح تركيلكم بالوصف اللي ما يعرف شلون يدخل على الرابط مثل ما شوفون مثلا هستة داخل على الفيديو مالتي هذا الفيديو قدامك هذا العنوان مال الفيديو شوفوه هذا السنة المؤشر عليه فقط تضغط عليه هو هيش يطلع لك تضغط عليه ضغطه راح يطلع لك الوصف مال الفيديو تصعد لفوق بالوصف الى ان شنو يجيك الرابط الرابط هو شنو هذا اللون الازرق شوفوا الكتابة باللون الازرق كاتب لك فوق مثلا هسا هنا مقار مجلس القضاء الاعلى هذا الفيديو كان عن التعينات هنا راح نكتب لك رابط الاستمارة وان الرابط هذا جوه جوه الاسم ما الرابط الاستمارة تضغط عليه ايش راح يطلع لك راح يفتح لك المتصفح هذا مثل هذا المتصفح بمثل هالي المعلومات اللي قدامكم هسا يقل له واحد شنو تسأل فليش يش تشرح اي نعم شباب اكو ناس ما يعرفون اشلون يدخلون يعني اذا انت تعرف خير على خير اذا ما تعرف فهاش راح اتلك ايش لون تدخل! scholars هسا يدخلنا على الرابط مثل ما يشوفون قدامكم النقطة وين صارىٌ هاي النقطة هاي هنانا محطوط على تسجيل طلب معين إذا انت تريد سجل طلب مع عدك يضطوض كملاحظات هاي الملاحظات تقراهما اول ملاحظة يقول الراتب هو للمعين وليسى للمعاق انتا الراتب اللي راح اسجل عليها هسا انتة يكون للشخص اللي يعين المعاق وليس للمعاق نفسه هالنقطة فهمناها لكل معاق معين واحد فقط ولا يجوز إعانة أكثر من معاق إذن كل معاق لازم يكون له معين واحد يعني ما يصدر أن تأخذوا الراتبين المعاق واحد لا كل معاق إلى معين واحد فقط زيان تبلغ الهيئة عند وفاة المعاق إذن لا سأمح الله إذا المعاق توفى فلازم أنه أنت تبلغ الهيئة حتى يوقفون الراتب ماتك لأن أي راتب تأخذ بعد وفاة المعاق فيكون محسوب عليك ولازم ترجع للدولة فالنقطة الرابعة يقول المعين المتقدم لحصول على راتب معين يجب أن لا يتقاضى راتب من أي جهة حكومية إذن لازم المعين ما عنده أي راتب حتى يقدم زيان ملاحظة الحقول المعلمة بشريط أحمر واجبة التعب إذن شكوا حقل يم هذا الخط الأحمر فهذا لازم تملي الحق المال تليش لأنه مطلوب إذا ما لقيت خط أحمر هنا بصف الحقل فهذا الحقل اختياري تقدر تشتازه بدون أن تملي فأول شيء هنا كاتب لك المحافظة شون تملي تضغط هاي شوفوا السهم هذا هذا السهم تضغط هنا راح تطلع لك هذه الخانة بها جميع المحافظات تختار المحافظة مالتك مثلا نختار البصرة على سبيل المثال هذا مو تقديم صحيحان اللي جاي أسوي فلكن هذا شنو مثال حتى أشرح لكم هنا تختار مدني لو عسكري أنت اللي تتقدم مدني لو عسكري مثلا نقول مدني تضغط عليها تضغط النوب التالي ننتظر أهم شيء الانتظار يعني لا تضغط أكثر من مرة إذا ما صار شيء أرجع أضغط فشوفوا شباب هاي طلعتنه هذه الاستمارة إذا تلاحظون هنا نش مكتوب تعبئة بيانات المعاق إذا يعني شنو هاي الحقول جميحها تحط بيها بيانات المعاق وليس المعين هنا يعني الإسم وإسم الأب وإسم الجد كلها للمعاق بس إذا ننزل لجوة يعني نفرض أنه إحنا ملينا هذه الحقول ننزل هنا نشوف شجانة تعبئة بيانات المعين إذا هاي كلها الفوق للمعاق تحط بيانات المعاق أما هاي من هذه الأزرق تعبئة بيانات المعين يعني هنا لجوة تحط بيانات الشخص اللي يعيني المعاق فهمناها هسه إذا هسه هنا شنو نحط وشي اسم المعاق ليش لأن هنا يقول تعبئة بيانات المعاق اسم المعاق لا تحط بأول حق للإسم الكامل لا حط فقط الإسم الأول شوف هنا شنو خط أحمر إذا هذا الحق الواجب إنو نمليه فأول شي الاسم نضغط عليها نكتب الاسم مثلا الاسم محمد مثلا على سبيل المثال هذا اسم المعاق مثل ما قلنا اسم الأب نكتب اسم الأب للمعاق مثلا علي محمد علي اسم الجد نكتب مثلا مهدي مثلا هنا اللقب اللقب بتحط اللقب المن للمعاق مثل ما قلنا هذه البيانات للمعاق مثلا اللقب العامر نقول كمثال يعني زين اسم الأم أيضا اسم أم المعاق مثلا نقول فاطمة زين أب الأم أب أم المعاق مثلا نقول علي جد الأم مثلا نقول مرتضى زين سبب الإعاقة هنا انت عندك التقرير الطبي أكيد والوثائق فتحطهم قدامك وتجاوب على هذه الأسئلة هنا سبب الإعاقة مثل ما تشوفون تأشر على خلقي لومك تسبوا مثل ما قلنا إذا أكو خط أحمر فهذا الحقل مطلوب فتشوف بالتقرير الطبي شنو عندك سبب الإعاقة نقول مثلا خلقي يعني شنو الفرق بين خلقي خلقي يعني هو إجي انولد بهذه الإعاقة أو مكتسب مثلا تعرض إلى حادث أو شي فصار مكتسب فأنت أكيد تعرف بهذا الشي زين نوع الإعاقة مثل ما تشوفون نوع الإعاقة آآ ما مكتوب آآ يعني يما خط أحمر فهذا آآ اختياري لكن الأفضل أنه نجاوب عليهن كلهن فشن تجاوب هنا نشوف هذا السهم نضغط عليه تضغط على السهم راح تطلع لك هذه الخانة فتختار نوع الإعاقة هنا عندك أنواع تقلب بهنشوف شن اللوع النوع اللي موجود عندكم مثلا سوفان ركبتين هنا نشوف أشكال فنحط على أي شيء يعني أنا أقول كمثال أنت تأشر اللي مكتوب عندك زين هنانا الجنس المن للمعاق ذكر أو أنثى مثل ما قلنا للمعاق هنا فنقول مثلا ذكر زين تاريخ التولد أيضا للمعاق شوف تاريخ التولد يما خطوط حمر إذن هذا مطلوب مثلا هنانا شوف شون تم للتاريخ اليوم تدوس عليه تختار اليوم مثلا سبعة زين عندك الشهر تضغط على الشهر وتختار الرقم يعني مثلا نقول خمسة فصارت يوم سبعة بشهر الخامس يا سنة الموالد مالته مثلا نقول ألف وتسعمية وسبعة وتسعين كمثال زين عدد أفراد الأسرة إلما للشخص المعاق أسرته إش قد عدد أفرادهم مكتوب خط أحمر يومها إذن هذا واجب نمليل تمسح هذا الصفر المكتوب وتكتب عدد أفراد الأسرة مثلا نقول ستة زين الحالة الاجتماعية إلما للمعاق الحالة الاجتماعية للمعاق مثلا أعزب مثل ما قلنا هذا السهم شوفوا تضغط عليه تطلع لك خانة أعزب متزوج مطلق أرمل مثلا نقول أعزب زين مستوى العلمي إلما للمعاق تضغط وتختار أول شيء أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب أو يقرأ ويكتب أو ابتدائية أو متوسطة إعدادية دبلون بكالوريوس تختار مثلا نقول إعدادية مثلا زين رقم الهاتف مثل ما تشوفون رقم الهاتف يما خط أحمر إذن مهم هنا أنا عندك هذا كبار رقم الهاتف رقزوا عليها هذا السهم ما دام سهم إذن تضغط عليه وتختار تختار رقم الموبايل مالتك شنو يبدي بصفر سبعة سبعة يعني مثلا آسيا أو صفر سبعة ثمانية أثير أو صفر سبعة خمسة أو صفر سبعة تسعة أنت شنو رقم موبايل قبل ما تكتب الرقم تأشر على هذه الخانة من خلال هذا السهم فتختار مثلا نقول يبدي الرقم بصفر سبعة ثمانية تأشر عليها تكتب صفر سبعة ثمانية بعدام أشرت بالحقة لش تكتب تكتب مباشرة تكملة الرقم مثلا صفر سبعة ثمانية وتكمل رقمك شنو رقمك مثلا نوية أربعة خمسة اثنية إذا أنتكمل الرقم زيان هسا خلصنا من رقم الهاتف زيان هنا عندك هوية أحوال لو رقم مدني هوية أحوال تختار مثلا إذا اختارينا هوية الأحوال ضغطنا عليها راح يقل لنا اكتب المحافظة والدائرة لأن كل هنوان موجودات بالهوية مع الهوية الأحوال فالمحافظة تضغط مثل ما قلنا هنا على هذا السهم راح تطلع لك جميع المحافظات تختار منها المحافظة مثلا نقول النجف هاي لحد الآن إحنا دا نملي بيانات المعاق بعدنا ما وصلنا للمعين زيان عندنا الدائرة الدائرة مثل ما شوفون ما يهمها خط اختيارية الدائرة ايضا موجودة عندك بالهوية تكتب اسم الدائرة هنان وهي اختيارية بكيف أكتري تكتبها او لا زيان عدنا رقم السجل رقم السجل ايضا وين موجود بالهوية بس تأكدوا بين رقم السجل ورقم الهوية يعني فرزن وبيناتن أكو رقم سجل وأكو رقم هوية فلازم تركزون تكتب هنا رقم السجل مثل ما مكتوب قدامك وهنا تكتب رقم الهوية هسان جاي يكتب بشكل عشوائي زيان عدك رقم البطاقة التموينية أيضا موجود عندك بالبطاقة لكن شنو هنا ما يمخط أحمر إذن هو اختياري بكيف أكتري تكتب أولا عدك محافظة الإصدار يعني المكان اللي صدرت منه هويتك من يا محافظة فتختار أيضا تضغط على السهم وتختار المحافظة مثلا أنا كتبت المثنة بشكل عشوائي زيان رقم بطاقة السكن أيضا موجود خلف بطاقة السكن تكتب هنا رقم بطاقة السكن زيان نوع السكن مثل ما شوفون نوع السكن تأشر هنا مولك إيجار تجاوز مثلا نقول مولك ندوس عليها نشرها زيان بيئة السكن اتوا من المدينة لو من الريف هاي شنو بيانات المعاق مثل ما قلنا نقول مثلا مدينة زيان العنوان إجا العنوان أول شي هنا المحافظة المحافظة يمهى خط أحمر إذن لازم تحدده يعني المعاق من وين مثلا نقول من النجف القضاء مثلا إذا انت حددت محافظة راح تطلع لك الأقضية ما للمحافظة لما تضغط على هذا السهم راح تطلع لك الأقضية هسنة أشرت عن النجف طلعت لي هذه الأقضية مثلا نقول قضاء الكوفر عدنا الناحية الناحية مثل ما نشوف ما يمهى خط أحمر هذني جميع الحقول دني ما يهمن خطوط حمر إذن ما كوا داعي نحطهم بكيفك انت تريد تمليهن أو لا زيان عدنا راتب حماية راتب حماية اجتماعية أو رعاية فأنت عندك راتب يعني المعاق المعاق عنده راتب حماية لو لا فأتأشر هنا مثلا نقول كلا ما عنده زيان الحالة العملية الحالة العملية للمعاق هل هو يعمل لو لا يعمل فأتحدد مثلا نقول لا يعمل هسه هنا شنو فوق انتهينا من بيانات المعاق انتهينا من بيانات المعاق شنو إجانا هسه بيانات المعين هسه تبدي تحط انت كمعين اللي دا تقدم للمعاق تحط أو عفوا دا تقدم الراتب المعين تحط هسه بياناتك صلة القرابة انت صلة القرابة مالتك بالشخص المعاق شنو مثل ما قلنا تضغط على هذا السهم وتختار انت ابو للمعاق اول شي اب ام اخ اخت زوج زوجه وعم وعم خاله جميع صلة القرابة اذا انت ولا واحدة من ذني فاخر واحدة مكتوب اخرى يعني ولا واحدة من ذني فتقدر تحط اخرى فنختار اي بشكل عشوائي مثلا نقول اب اب المن للمعاق مثل ما قلنا هنا تملي بيانات المعين هسه خلصنا من بيانات المعاق زين الاسم الاول المن هسه للمعين تحط الاسم الاول مثلا نقول كرار اسم المعين كرار الاسم الاول اسم اب منه اب المعين مثلا كرار مصطفى اسم الجد ابراهيم مثلا اللقب هسه منه لقب المعين مثل ما قلنا نقول الإبراهيمي مثلاً اسم الأم للمعين مثلاً نقول هيفا أب الأم مثلاً نقول علي جد الأم محمد زين الجنس ما للمعين هل هو ذكر أو أنثى نقول ذكر مثلاً تاريخ التولد أيضاً للمعين مثل ما قلنا نضغط هاي اليوم نضغط عليها نختار رقم اليوم الشهر نضغط عليها نختار رقم والسنة نضغط عليها و نكتب مثلاً نقول الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مثل ما شوفون راجعوا يعني اللي كتبتو مثلاً هاي الصحيحة الف سبعمائة وتما تطلع بالعكس فرقزوا عليها زين الحالة الاجتماعية إلماً للمعين تضغط وتختار أعزب متزوج مثلاً نقول متزوج رقم الهاتف مثل ما قلنا رقم الهاتف شي تسوي تروح أول شي هنانا على السهم تختار شوني يبدي رقمك وبعدين تبدي تكمل باقي الرقم تكمل باقي الرقم يقول يمكن نسخ رقم الهاتف أه هوية الأحوال مثل ما قلنا هنا إذا عندك هوية أحوال أو رقم مدينة هنا رقم المدينة أنا ما أعرفها صراحة زين هوية الأحوال ضغطنا عليها أه هنا تبدي أنه تنقل من الهوية مثل ما قلنا بالشرح الأول تختار المحافظة بعدين الدائرة هنا أنا ما يمهخط بشكل يعني اختيارية عندك رقم السجل تختار رقم السجل حسب ما مكتوب عندك بالهوية ومثل ما قلنا تشتبهون بين رقم السجل أو رقم الهوية هنا رقم الهوية تكتبه زين رقم بطاقة تموينية مثل ما شوفون هو اختياري محافظة الإصدار أي المكان اللي صدرت منه الهوية تختاره أيضا رقم بطاقة السكن تكتبه اللي هو صاير خلف البطاقة زين عدك هنا المحافظة المحافظة تختار المحافظة المنهسدة نملب بيانات المعين تختار المحافظة بعديا من تختار المحافظة رح تطلع لك الأقضية فتضغط هنا وتختار الأقضية مثلا نقول قضاء الحلة عدك الناحية شوف ذن الناحية والمحلة والزقاق ورقم الدار ما يمهن خط أحمر أذن اختياريات هنا نشعدنا الوزارة التي يعمل بها من هو المعين مثلا المعين إذا كان موظف بوزارة فتضغط على الحقل وتكتب اسم الوزارة اللي هو يعمل مثلا شخص يعمل بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة التربية تكتبها هنا اسم الوزارة خلي نكتب بشكل عشوائي زيان الدائرة اللي يشتغل بها المعين تكتبها هنا بها دائرة يشتغل مثلا دائرة الجنسية دائرة المجاري أي شيء زيان العنوان الوظيفي بعدد تتدرون بها الموظفين أنا مو موظف فتكتب هنا العنوان الوظيفي رقم كتاب الدائرة أيضا تكتبه هنا يعني تمليل البيانات حسب ما مطلوب منك هنا رقم مثل ما نشوف يقول رقم كتاب الدائرة نحط رقم بشكل عشوائي زيان عندك تاريخ الكتاب تحط تاريخ الكتاب هنا مثلا هو شجد تاريخ الكتاب ما عرف أنا المهم هسا خلصنا من هذه البيانات مثل ما قلت لكم هذه أهم نقطة يعني لحد يشتبه بها أنه أول ما تدخل فوق عندك بيانات المعاق تملي هنانا البيانات كلها للشخص المعاق مو المعين فمن تخلصين تجيك النوع بيانات المعين تكتب جوه بيانات المعين بعد ما خلصتين بيانات المعاق وبيانات المعين تجيك هسا هنا أهم شيء اللي هي الوثائق هنا شوية شغلة صعبة فاللي ما يدبرها يروح يقدر يروح يعني المحل محل استنساخ أو مكتب هو يقدم لك فتتفعلها 3000 دينار يعني إذا ما تدبر هاي الشغلة أو إذا تقدر تسويها هنا لازم تحمل شنو صور صور للملفات مالتك الوثائق اللي انت مليتها فوق مثلا هنا صورة شخصية هنا تحط صورة شخصية بس ما متأكداني للمعاقلة ولمعين إذا تأكدت راح اكتبلكم بالوصف للمعاقلة ولمعين راح تلقون بالوصف للمعاقلة ولمعين المهم هنا تحط صورة شخصية يعني تاخذ صورة للشخص المعني اللي قلتلكم لو معاقلة ومعين تضغط هنا اختيار ملف وراح شنو يطلع لك تطي هنا سماح راح يطلع لك الستوديو هنا نشوف تختار مثلا من نقول مثلا من التنزيلات أو لا الأفضل شنو لحظة متضغط اختيار ملف تختار الكاميرا فشنو راح تفتح لك الكاميرا مثل ما تشوفون وتاخذ صورة للمعاق أو للمعين مثل ما قلت راح اكتبلكم بالوصف من نتأكد تضغط صورة تختار صورة هي شي طيق وشنو تطيها صح هاي الصح الفوق فراحت شنو تنحفظ عندك الصورة هاي خلصنا من عدها ما للصورة جوا النوب شنو لحظة جوا شنو النوب البطاقة الوطنية أو الأحوال المدنية هنا تاخذ صورة للهوية مالتك سواء كانت هوية بطاقة وطنية أو أحوال مدنية فتاخذ لها صورة وأيضا تضغط اختيار ملف يعني مباشرة تضغط اختيار ملف تضغط على الكاميرا وتاخذ صورة للهوية راح تنحفظ عندك وهكذا الان تخلص للأخير كلهم تاخذ لهم الصور وتحطهم هنا بعد ما كملت شو سوي لا تضغط تسجيل راجع المعلومات اللي حطيتها تأكد راجع بياناتك قبل ما تضغط تسجيل فالنوب هنا شو سوي بعد ما خلصيت تنطي تسجيل تضغط تسجيل بعد ما تتأكد من البيانات تضغط تسجيل فشنو راح يطيك هنا شوف شكو ملف مطلوب وما حطيته راح يطيك علي علامة استفهام أنا هنا ما نزلت جميع الملفات مثل ما قلنا تختار جميع البيانات تحطها يعني عادي إذا صار عندك خطأ من تضغط تسجيل ما راح يقبل راح يطيك علامة استفهام على البيانات اللي بعدك ما حاطها أو عندك خطأ بيها فيقلك هنا شوف هنا يقلي علامة استفهام على هذي لم يتم اختيار ملف تم للبيانات كلهم تأخذ لهم صور تحطهم قدامك تأخذ لهم صور حسب ما مكتوب يمك بهذه الجهة وبعدها تضغط تسجيل وأي شي جديد راح أنشرة لكم أتمنى تقدرون تعبي وتشتركون بالقناة وتشاركون الفيديو لللي يريد يقدم شك هو واحد يريد يقدم اللي ما يعرف شون يسوي مشاركة نرجع هنا للفيديو مالتي مثل ما تشوفون اللي ما يعرف شون يسوي مشاركة هذا مو الفيديو هستتداخل عليه شوف هذا السهم هاي هنا مكتوب مشاركة هذا السهم قدامك فتضغط عليه راح يطلع لك وين تريد تشارك الفيديو فأنت تريد تطي نسخ للرابط نسخ رابط الفيديو هذا قدامك هنا نسخ الرابط هاي شنو من تنسخ الرابط تقدر تلسقه بأي محادثة تدزل أي صديق عندك أو تقدر تدزل على ماسنجر مثلا تضغط ماسنجر هنا أو راح يطلعوا لك الأصدقاء كلهم تدزلهم أرسال أو بأي برنامج ثاني شوف مثل ما شوفون تطلع جميع البرامج اللي موجودة بجهازك فأتمنى أن تسوون مشاركة للفيديو تقدرون التعبير لأن والله العظيم صورت يعني ما عرفت شم دقيقة وصار عندي خطأ ورجعت عدت الفيديو مرة ثانية فأتمنى أن تشاركون الفيديو وتشتركون بالقناة وأي شيء جديد راح أن يشراء لكم وأيضا الروابط جميع راح حطها لكم بالفيديو عفوا بالوصف مع الفيديو وعلمتكم الشيء ندخلون للوصف ولهنا ينتهي الفيديو نشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله موسيقى